السلام عليكم طلابنا الله يعطيكم العافية اليوم آخر وحدة شفتوا كيف بسرعة 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 الأمور فدائما نستغل الوقت أحسن إلك رح نبدأ برسالة عمان رح نشرح أولاً اللي هو الفصل الأول اللي بيتكلم يعني نحكي عن رسالة عمان نشوف مفهومها ومبادئها لاحظ ركز لك على المفهوم وعلى المبادئ هون فإذن المبادئ دائماً مبادئ رسالة عمان بدا دير بالي عليها نشوف أول شي رسالة عمان كبداية بعض المعلومات مهمة جداً أنت يا رسالة عمان انطلقتي بالألفين وأربعة ميلادي الهجري مهم ألف وأربعمائة وخمس وعشرين هجري يعني أنا لما داجي على رسالة عمان بقول أنت يا رسالة عمان ميلادي بالألفين وأربعة هجري ألف وأربعمائة وخمس وعشرين هجري على فكرة الهجري أجا وزارة إذن ألفين وأربعة ألف وأربعمائة وخمس وعشرين هجري أنت عملوك في عمان هذه المهمات وممنوع ننسى الهجري إذن ألفين وأربعة ألف أربعمائة وخمس وعشرين هجري ألف أربعمائة وخمس وعشرين هجري في عمان كمان مرة رسالة عمان انطلقت من عمان بالألفين وأربعة 1425 هجري ركزت عليها الهجر لا تقول هاي هجري ما بتيجي هاي مهمة اجت وزارة طيب متى عملوها في شهر رمضان وبالتحديد في ليلة القدر خلينا نيجي لان انا بدي اهتم فيها هاي اذا رسالة عمان انطلقت في عمان ميلادي 2004 هجري 1425 هجري في اي شهر بشهر رمضان اي يوم في ليلة القدر طيب سؤال هون شو بيقول لك من اين نبعت رسالة عمان يعني رسالة عمان لما عملها الملك عبدالله من وين اخذها منين طلعت من تعاليم القرآن من نبض الاسلام ووسطيته ومن الرؤية الهاشمية النيرة اذا احنا لما نحكي عن رسالة عمان انت رسالة عمان منين نبعتي قالت من تعاليم القرآن من نبض الاسلام ووسطيته وأيضا من الرؤية الهاشمية إذن بدي أربط إنه من القرآن ومن الإسلام ومن الرؤية الهاشمية طيب أين تجمعت رسالة عمان نحن هكينا في الأردن وأطلقها مين الملك عبد الله الثاني اتفقنا إنه أطلقها وين في عمان اتفقنا إنه كان في ليلة القدر إذن متفقين إنه رسالة عمان في الأردن الملك عبد الله الثاني وحكينا إنه في عمان في ليلة القدر من شهر رمضان طبعا هي خطة أو كتبت بأحرف عربية أكيد لما انكتبت بأحرف عربية ليقول للعالم أننا إخوة وهذا هو الإسلام الذي يقوم على المحبة والسلام والبعد عن العنف والإرهاب نحفظه معلش إذن رسالة عمان انطلقت من الأردن كتبها الملك عبد الله الثاني طبعا مع كبار علماء في عمان بليلة القدر هي خطة كتبت بأحرف عربية عشان يقول للعالم كله إحنا إخوة والإسلام يقوم على المحبة والسلام والبعد عن العنف والإرهاب هون بدت ركز كويس مفهوم رسالة عمان ركز معي كويس الآن لما بدنا نحكي عن رسالة عمان دائما بدنا نأخذ التعريف إنه ممنوع ننسى إنه بالألفين واربعة ممنوع ننسى إنه بالألف واربعمية وخمس وعشرين هجري وان عملت في عمان ان عملت في ليلة القدر من شهر رمضان واللي عملها الملك عبد الله الثاني تمام يا جماعة خلينا نشوف التعريف التعريف هو شو بقول لك بيان صريح مفصل بيان صريح مفصل رسالة عمان بيان صريح مفصل كمان مرة بيان صريح مفصل من اللي أصدره؟ الملك عبد الله الثاني وين عمله؟ في عمان من كان معه؟ كبار علماء الأردن يعني هون انتبه إنه لما عملوا رسالة عمان كتعريف منقول بيان صريح مفصل أصدرها الملك عبد الله الثاني وكبار علماء المسلمين أو الأردن عملوها في عمان بالألفين وأربعة ألف واربعمية وخمسة وعشرين هجري في عمان خطة بأحرف عربية عشان يقول إنه إحنا إخوة ووصف البيان ما هو الإسلام وما ليس من الإسلام وأي الأعمال تمثل الإسلام وأي الأعمال لا تمثل يعني هون كفكرة بدي وضح تذكرون تلما طلع إرهاب صار يقول لك إحنا إسلام بقولهم لا يعني أي واحد إرهابي أي واحد متطرف لا يمثل الإسلام هاي فكرة بشكل عام إذن إلى ماذا هدفت رسالة عمان توضيح حقيقة الإسلام بس شفت كيف بلنا نوضح حقيقة الإسلام إذن الهدف هو توضيح حقيقة الإسلام وإنه رسالة شو قوارها إخلاص لله حب الجار النية الحسنة والاعتدال والسلام إذن كمان مرة هدفت رسالة عمان فكرة الهدف فيها توضيح حقيقة الإسلام وإنه قوامها إيش الإخلاص لله حب الجار نية حسنة اعتدال وسلم إذن هذا هو هدف هدف رسالة عمان إذن بتتوضح حقيقة الإسلام قوامها إيش إخلاص لله حب الجار نية حسنة اعتدال وسلام الآن هون بحكي لي عن رسالة عمان هي كفكرة هاشمية أكيد بنعرف أركانها تجمعت والأردن شو تبنى تبنى مؤتمرات وندوات هادفة إلى ليش تهدف هذه الندوات والمؤتمرات من أجل صياغة موقف إسلامي عقلاني بحثي فقهي سياسي انتبه لي هون إذن لما عملوا أو لما طلعت رسالة عمان راحوا عملوها مؤتمرات وندوات ليش؟ عشان يعملوا موقف يكون إسلامي عقلاني بحثي فقهي سياسي وهذا بدتم يعرضوه على الأمم والشعوب وهون بدتم بيّنوا أن الإسلام معتدل ومتسامح إذن الإسلام يشكل في اعتداله وتسامحه ورقيه ثقلا في حفظ الحياة الإنسانية من صدمات وانحرافات خطيرة هون أنا بد أبلش أدخل على المهم يعني لما تقول لهذا بقولك هون بلشنا بالمهم الآن لما كتبوا رسالة عمان رسالة عمان لما كتبوها خاطبت مين؟ خاطبت إخوتنا في ديار الإسلام والناس في أرجاء العالم يعني للمسلمين وللناس كلها إذن رسالة عمان من تخاطب؟ بتقول إخوتنا في ديار الإسلام والناس في أرجاء العالم هذا مهم السؤال كمان مرة رسالة عمان تخاطب من؟ إخوتنا في ديار الإسلام والناس في أرجاء العالم الان هون في عندي الملك عبد الله قاعد بصارح الامة الاسلامية صارحت رسالة عمان الامة الاسلامية وخانت صارحتهم بايش صارحتهم بالمنعطف الصعب شو المنعطف الصعب هي عبارة عن الاخطار والتحديات اللي بتواجه الامة اذا لما نقول لما نقول اخطار وتحديات تواجه الامة يعني المنعطف الصعب والتي تهدد الهوية وتفريق الكلمة والتشويه بالدين والنيل من المقدسات هم نسميه منعطف صعب يعني رسالة عمان هي صارحت الامة الاسلامية بالمنعطف الصعب اللي هو الاخطار والتحديات اللي بتواجه الامة الاسلامية وايضا قال انه فيه هجم شرسة تواجه الامة هذول اللي بيحاولوا انه صوروا الاسلام عدو لهم تشويه وافتراء على الدين وبشتغلوا بشغل لا يمثل الاسلام وبعضهم يدعون الاسلام ويقومون بفعال غير مسؤولة او باسم الاسلام يعني فيه ناس سون قاعدين بتغطوا بعبادة الاسلام بقول لك احنا بسلم لكن لا علاقة لهم هذول بكون لهم اهداف قاعدين بيحققوا هاي المصارحات اللي صارحت فيها محاول رسالة عمان هذا سؤال وزارة مهم جدا انا لما امدحك عن محاول رسالة عمان لازم احتم فيهم كثير محاول رسالة عمان لازم احتم فيهم كثير منيجة على محاول رسالة عمان محاول رسالة عمان كم واحدة ثلاث لاحظ وقف وقف اعتراف وقف وقف اعتراف سهلات وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض هذا هو المحور وقفوا تكفير بعض كل بعض ليش لان احنا في عندنا سنة وفي عندنا شية فهذه اللي بكفرون ونحن منكفرهم السنة بيقول لك هذول كفار وهذه اللي بيقول لك هذول كفا فمن محاول رسالة عم تقول لهم وقفوا هذا الاشي وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض ليش عليش هم بكفروا بعض خلافات عقائدية ثانوية اذا عرفت ليش بكفروا بعض بسبب خلافات عقائدية ثانوية ممكن تكون حقيقة او خيال وفي ذلك التكفير بحرمهم بصورة اجرامية من حقوقهم واباحة قتلهم اذا احنا لازم نوقف تكفير المسلمين اذا اول محور وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض ليش بكفروا بعض خلافات عقائدية اعتراف كل المسلمين بعضهم لبعض انت يا مسلمين هذا المحور الثاني لازم تعترفوا ببعض كل بعض اعتراف المسلمين ببعضهم لبعض اعتراف المسلمين صار عندنا الأولى وقف التكفير الثاني اعتراف المسلمين ليش لانه بذا اعترفوا ببعض بصير في عندي قوة فاعتراف المسلمين بعض البعض يوحد الأمة فبالتالي بصير قوية تقويتها الثالثة خطيرة جدا وقف الفتاوي غير الصحيحة وقف الفتاوي غير الصحيحة في ناس يا أخوان تسألوا تلاقي مخلص شريعة كذا تسألوا بضفتي لك كذا دائما أنت لما بدك تأخذ فتوى بدك تروع دائرة الإفتاء لا يعني أنه هذا مخلص تربية إسلامية أو إشي يعني بعض الأحيانا برجع للدكتور فبالتالي إحنا لازم نوقف الفتاوي غير الصحيحة إحنا لازم نأخذ الفتاوي من أصحاب الاختصاص فوقف الفتاوي غير الصحيحة على أيدي من؟ الجهلاء الذين هم غير مؤهلين لذلك والتي تظل الناس بأفكار خاطئة بتدمر يعني الصور واحد يفتي لك فتوى خطيرة تروح تشتغل فيها دمرت الدنيا فبالتالي هاي المحاور وقف التكفير المسلمين لبعضهم البعض اعتراف المسلمين ببعضهم البعض وقف الفتاوي غير الصحيحة على أيدي الجهلاء مبادئ رسالة عمان دائما كل فصل لازم يجي سؤال على مبادئ رسالة عمان ثمن مبادئ دائما على فكرة دائما بدي تكتب لي هاي الملاحظة هون جميع النقاط ايجابية دائما بيجي عليها سؤال وزارة طيب اجينا هون مبادئ رسالة عمان العدالة في معاملة الآخرين وصيانة حقوقهم على فكرة في طلاب ما بيحفظوهم بيشوف في خلل بيقول لها اه لما يجيب لك واحدة من الآتي لا تعد من مبادئ رسالة عمان وعلى فكرة البكرة سؤال بالامتحان بيقدر يجاوبه ففي طلاب بيحفظوه وفي طلاب بيقول لك لا انا بقدر اميز بناته اي نقطة ايجابي معناته مبادئ رسالة عمان اي نقطة سلبي فيها غلط معناته مبادئ رسالة عمان الولى لاحظ العدالة في معاملة الآخرين وصيانة حقوقهم يعني لو قال لي العدالة في معاملة الآخرين دون صيانة حقوقهم في خلل صح الثاني تكريم الإنسان لاحظ من غير هاي مهمة اجدت وزارة متكررة لو قال لي تكريم الإنسان بالنظر الى لونه غلط لازم لنكرم الإنسان من غير بلعبوا فيها هاي دايما تكريم الإنسان من غير النظر الى لونه او جنسه احترام المواثيق والعهود وتحريم الغدر ايجابية الرفق واللين ونبف العنف والغلظة تحقيق الرحمة والخير للناس اجمعين لو كتب لك للمسلمين فقط غلط لكن للناس اجمعين التوازن والاعتدال والتوسط احترام حق الحياة لاحظ لغير المقاتلين يربالك عليها لو قل لي احترام حق الحياة للمقاتلين غلط احترام حق الحياة لغير المقاتلين صحيح غلط التي تعبر عن سمو للنفس راح نجاوب التسامح والعفو هنا في سؤال عليها كمان شفت إذا قل لي واحدة من مبادئ رسالة العمان تعبر عن سمو للنفس رح نجاوب التسامح والعفو رسالة عمان في ناس يفكروا انه فقط عربية لا هي ترجمت لكل اللغات كانت عربية رجعوا ترجمها لكل اللغات طب ليش يا أستاذ ترجموها ترجموا رسالة عمان انطلاقا من ايش هدفها شامل شمولية الهدف وعالمية المسعى اذا شمولية الهدف وعالمية المسعى عشان يوزغوها على كل انحاء العالم اذا من اجل توزيحها على كل انحاء العالم صار عندي ثنتين ليش ترجموا رسالة عمان لكل اللغات شمولية الهدف عالمية المسعى عشان يوزغوها على كل العالم عشان الشعوب تطلع على حقيقة الاسلام عشان يصير في حوار بين فئات المجتمع الانساني وابناء الحضارات المتعددة هالسؤال وزارة اذا ترجمت رسالة عمان الى كل اللغات شمولية الهدف عالمية المسعى توزيحها لشتى انحاء العالم للحوار بين مختلف فئات المجتمع هذا البوكس ركزلي عليه كويس لان هم بكيفوا عليه بالوزارة بيضع دائرة شف الوحدي هاي هاي المادة بصراحة بدك انت كطالب تحتمد على نفسك فيها احنا من وجهك شو تحفظ وين تركز وين كذا بس هاي الوحدي يعني زي التربة وطنية على فكرة هي مادة تربة وطنية بش تاريخ طيب بلغ عدد القادة الدينيين اللي وقعوا على رسالة عمان كم واحد خمسمية واثنين وخمسين مفكر بكيفوا عليها الوزارة بعض الاحيار طيب من كم بلد يا أستاذ من اربعة وثمانين بلد كانوا عربي اسلامي اجنبي اذا اللي وقعوا رسالة عمان كم واحد خمسمية واثنين وخمسين مفكر من كم بلد من اربعة وثمانين بلد عربي اسلامي اجنبي هذا السؤال ايضا وزارة ما هي القواسمة التي تجمع بين اتباعيان مش في عندنا دين مسيحي مثلا شو الاشياء التي تجمعنا مع الاديان الاخرى في اشياء مشتركة الاشياء المشتركة سلام امن عدل تكافل رحمة سلام امن عدل تكافل رحمة سلام امن عدل تكافل رحمة اذا الهام السلام والامن والعدل والتكافل والرحمة اذا هذا من الاسئلة المهمة جدا لازم نبصلها قواسم تجمع اتباع الاديان هذا بالنسبة للفصل الاول بنا نركز دينوبالكو ركزولي على المبادئ وعلى المحاور وعلى التعريف وركزولي كمان على القواسم المشتركة ربنا يعطيكم العافية نشوفكم ان شاء الله بالفصل الثاني من رسالة عمان اللي بيحكي عن الوسطية والتسامة يعني الوحدة هاي سهل جدا واسئلة تأصلا واضحة يعني تخافش منها نهائيا اي سؤال رح يجيك رح تجاوبه في رسالة عمان انها الوحدة سهلة اكثر يعطيكم العافية ان شاء الله ونشوفكم بالفصل الثاني من رسالة عمان يعطيكم الفعافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة